أكدت مصادر حكومي انتهاء الوساطة الأمريكية لمنع حليفة واشنطن من تنفيذ أي هجوم على العراق المصادر بيّنت أن واشنطن رفعت يدها من هذا الملف بسبب استمرار الفصائل بهجماتها خارج الحدود وكان رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قد بحث الملف مؤخرا مع مسؤولين أمريكيين منهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي أخبر السوداني بعدم دعم واشنطن لأي هجوم لحليفتها على بغداد بشرط منع الحكومة العراقية للفصائل من تنفيذ هجمات خارج الحدود